اشتركوا في القناة يعني انا بختار لكم موضوعات مش كل الموضوعات الموجودة في الكتاب مطلوبة يعني بنحاول نختار المهمة واسليم الانتحار تتنوع من الغرق يعني لو احنا بنشوف المنتحرين اللي بيغرق واللي بيشنق حاله واللي بيحرق حاله واللي بتلعمها نسامي وحبوب وعقاقير وقفز من اماكن متفعة عالية واستعمال الاسلحة النارية الله يعافينا من التفكير في هذا الشيء وفي الغالب تكون معظم حالات الانتحار قد تم الاعداد لها مسبقا اي تم اختيار الوقت والمكان ووسيلة الانتحار حتى يتحقق المنتحر من ان احدا لا يستطيع انقاضه يعني بيصل في المنتحر الى حالة سيئة من التفكير بدهش حد ينقضه واخرون يرون بان الانتحار معناه ان يقوم الفرد بقتل نفسه عمدا وذاتيا واكثر الطرق شيوعا هي الشنق ثم القتل بالسلاح الناري طيب الانتحار يحدث لعدة اسباب منها النفسي حيث حلل فرويد اللي هو عالم النفس النمساوي الانتحار بانه عدوان تجاه الداخل ثم قام عالم اخر بتعريف ثلاث ابعاد الانتحار هي رغبة في القتل ثم رغبة في الموت ثم رغبة في ان يتم قتله يعني اكتر حال واحد ثلاث مرات طيب انتشار الانتحار وما هي اسبابه يعني كل المجتمعات تعاني من آفة الانتحار ولكن ما هي اسبابه يعد الانتحار اهم يعني احد اهم عشرة اسباب الوفاة في كثير من الدول كما ان معدل الانتحار في اي مجتمع له تأثير في المجتمع ويعكس بشكل واضح قدرة المجتمع الاحتواء هذه الظاهرة ومنعها وعالم اخر وضع او وضح بان الانتحار يختلط به عدد من الاحاسيس مثل الانعزال واليأس والاكتئاب ويشعر بألم انفعال لا يطاق ولا يوجد حل سوى الانتحار طيب المدرسة المعرفية لاحظوا انه هذا المدارس مهمة فرويد مهم المدرسة المعرفية فقد رأت الانتحار برؤية النفق او التفكير غير المرن حيث ان الحياة مريعة ولو يوجد حل سوى الانتحار والبعض رأى الانتحار انه تعبير عن المكاء الرمزي او للفت الانتباه يعني فيه ناس بتنتحر حتى تلفت الانتباه معدلات الانتحار في الرجال ثلاثة اضعاف نسمتها في النساء يعني الرجال بانتحروا اكثر من النساء بينما تزيد معدلات الانتحار التي لا تنتهي بالقتل الفعلي في المرأة مقارنة بالرجال يعني الرجل لما ينتحر خلص بيكون وصلت معا بس المرأة بتخلي فيها مش وتزيد معدلات الانتحار مع التقدم في السن تزيد بعد الخمسة واربعين سنة في السيدات وبعد خمسة وخمسين سنة عند الرجال كما تزيد فرص نجاح اتمام الانتحار كلما تقدم الإنسان في السن وتصل معدلات الانتحار في كبار السن إلى خمسة وعشرين في المية من مجموح حالات الانتحار طبعا هذا في البلدان الأجنبية وليس لدينا لأنه في عنا مثلا العائلة والعائلة لكن فيه بتلاقيهم هذول الناس بودوهم على أماكن يعني بحطوهم في مراكز الإيواء وما حدا بزورهم ولا حدا بيتفقدهم طيب ما هي أسباب الانتحار؟ يوجد للانتحار أسباب عضوية منها الوراثة أو نقص السريروتينين يعني وهناك أسباب اجتماعية فصرها عالم الاجتماع على فكرة إيميل دوركايم هو عالم الاجتماع الفرنسي هو أكثر واحد تكلم عن الانتحار حيث فصر الانتحار بسبب تكسر الروابط الاجتماعية والانعزال وقد تؤثر عوامل الضغوط النفسية وعدم القدرة على كبحة وخاصة الفقر والبطالة تكلم كثير عن النفس الفرنسي ولكن أنا المجال ضيق أنه إحنا نتحدث في هذا الشيء وقد تكون هناك أسباب أخرى مثل ضعف الضمير وعدم القدرة على التكيف مع المجتمع وهنا تظهر فكرة إيريك فروم حول الانتحار حيث الصراع لاحظوا إيريك فروم ممكن يجينا سؤال عنه وإيميل دوركايم ممكن يجينا سؤال عنه إيريك فروم بقول أنه الانتحار هو الصراع بين الداخل والخارج وعدم الاتفاة للعوامل الحضارية والاجتماعية قد تباينت الردود على الانتحار مثلا الهند واليابان يكون الانتحار مصدر شرف عندما تحترق أو تحترق الزوجة بجانب زوجة الميت أو مثل طياري الكاميكازي الانتحاريين وبعض المجتمعات تجعل الانتحار كجريمة وخطيئة لا تغطفر وعدم تشعر أو عدم يشعر أقرباء المنتحر بالذنب والعار والهجر يعني كل مجتمع حول يعني مثلا دوركايم قال في انتحار معياري وانتحار إثاري وانتحار يعني مثلا كثير من الأسباب اللي بتأدي للانتحار وفيما يلي المظاهر المرضية المنذرة بإمكانية الانتحار يعني كيف يعني ما هي مقدمات الانتحار كيف نلاعرف ان الواحد بجيء انتحار أول شيء توفر حادثة سابقة في عائلة المريض يعني ممكن حدا يكون انتحار قبل هيك هذا بشجع تهديد المريض بالانتحار أو قيام محاولة جزئية في الحاضر أو في السابق تحدث المريض عن عدم جدوى الحياة ورغبته في الموت يعني بقولك الحياة مش نافعة ولا الموت أحسن ولا الواحد بدي موت أحسن له ومش عارف ايه وجود مخاوف متسلطة وملحة بأن المريض سيفقد السيطرة على عقله وتصرفاته وجود أعراض اندفاعية في تصرفاته ادمان المريض على المسكرات أو المناومات وتناولها بمقادير زائدة يعني كثير في الناس بلاقيهم منتحنوا لأنهم بيأخذوا اشي كثير أوردت منظمة الصحة العالمية في تصنيفها التاسع للطرابات العقلية سنة 1982 حالات الانتحار على النحو التالي الانتحار وتسمم الذات بمواد يعني هي إيش الطرق بمواد صلبة أو سائلة وتشمل مسكنات مضادات الحمى الروم التزمية والربنتات والمنومات والمهدئات وكله الانتحار وتسميم الذات بالغازات المستخدمة في المياه يعني كيف الطرق؟ احنا مش لازم نحكيها انتحار وإصابة الذات بالشنق والخنق والاختناق الانتحار وإصابة الذات بالأسلح النارية والمتفجرات وأبالات قاطعة الانتحار وإصابة الذات بالقفز من أكل مرتفع الانتحار بوسائل أخرى متعمد أو غير محددة ما هو تفسير الانتحار؟ تعزى أسباب الانتحار إلى العوامل الجينية حيث أن مخاطر الانتحار تعتبر عالية جدا لدى أقارب المصابين بالاضطرابات المزاجية عنها بين أقارب المصابين بالفصام وقد وجدت مستويات منخفضة من السيرو تونيد في مخ أشخاص أكمل الانتحار وتم تشريحهم حيث وجدت في السائل المخي لدى المكتئبين الذين حاولوا الانتحار بالطرق العنيفة والأطفال المراهقين المعرضين لبيئة إدمان وعنف وإهمال أكثر عرضة لمخاطر حاولات الانتحار وقد لخص بعض العلماء أو خلص لخص أو خلص بعض العلماء إلى أن كثير من الدوافع الواردة في الأدبيات يعني المعروف متداولة بخصوص الانتحار كالتالي العدوان المتجه للداخل يعني واحد بقت الحال والانتقام من الآخرين واجعلهم يعني واحد بخلي أبوي تحصر علي ودخلي أبوي تحصر علي ودخلي حبيب تحصر علي زي ما يقول محاولة لفرض الحب على الآخرين محاولة للتفكير أو للتكفير عن أخطاء الماضي محاولة لتخليص النفس من مشاعر غير مقبولة والرغبة في التقمس أو التناسخ أو التجسد من جديد يعني فيه ناس بيسمون انتحار جماعي والرغبة أو الحاجة للهروب من الضغوط أو الألم أو الانفعال الذي لا يطاق وهذا برضو مبرر ولكنه ليس مبرر وتلعب الأحداث الحياتية دوراً بانغ الأهمية في حدوث الانتحار في السكان من كبل موت الحبيب والصدمات التي يتعرض لها الفرد وشخصية المنتحر تغلب عليها سبات عدم النضج والنقوء يعني هذه الشخصية النقوص الطفولي يعني العودة للطفولة النقوص ترجع للطفولة التمركز حول الذات يعني الواحد يظلوا 24 ساعة في الدار محتكش بحده ويعاني المنتحر من الوحدة وتنطوي شخصيته على عدوان شديد كامل والعجز عن تكوين علاقات اجتماعية مرضية يعني الواحد لازم يكون له علاقات اجتماعية ويشير عالم الاجتماع دوركايم إلى أن الانتحار ظاهر اجتماعية مرتبطة بالظاهر الأخرى ومتأثرة بها كيف نتعامل مع المنتحر أو مع الانتحار؟ لا بد أن نعمل لإبقاء الانتحار تحت السيطرة وذلك أو بعدة وسائل منها أول شيء لا بد أن يكون عند نوازع دين وتجريم القتل حرم الله قتل النفس مطلقا لأنه سيخسر الدنيا وسيخسر السراء الآخرة عدم التخلي عن الأسرة المتحدة والتكافر الاجتماعي والتعاطف والتماسك المجتمعي زيادة الوعي بالمشاكل النفسية عموما وبالاكتئاب خصوصا لازم نهتم شوف الواحد إذا عنده اكتئاب اكتئاب مقدم المقدمات الانتحار مشاكل نفسية نغوط نفسية ادخال المرضى النفسيين إلى مصحات الخدمة الصحية توفير الخدمات بشكل دائم ومستمر ومتابعتهم تقييم الخطورة الانتحارية لجميع المرضى النفسيين والأشخاص ده وشبهات انتحارية وتقديم ما يلزم ومتابعتهم متابعة مرضى الاكتئاب بشكل خاص للخطورة الانتحارية وتقييمهم ومتابعتهم يعني الانتحار أو الاكتئاب هو مقدمة كثيرا للانتحار هيك أنا يعني بكون انهيت هذه المحاضرة يعني مش مطلوبة اللي هي إذاء النفس يعني التعامل مع الانتحار يعني اختصرت إلى أنه إحنا كيف إحنا نتعامل معا أهم شيء التركيز الوازع الديني الحماية الأسرية تكافل تخال الصحة النفسية تخال المرضى تقييم الخطورة الانتحارية محاربة الاكتئاب وشغل وقت الفراغ لدى الفرد شكرا لكم